اشتركوا في القناة يعني فطرت فتحت على دين الاسلام ولا هناك مشكلة ولا هناك قضية تتعلق بالدين او تتعلق بيعني دراسته او قوته او الى اخر من الامور فهو جزء من حياتنا الطبيعية وليس شيء جديد علينا الى درجة ان اهلنا في هذه البلاد الطيبة استقبلوا وتعايشوا مع الاديان الاخرى وهذا يدل على انهم كانوا واثقين من نفسهم واثقين من رسالتهم واثقين من سعيهم للخير ولخدمة البشرين انطلاقا من هدي دين اسلامي سمح تأتي الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدة لتقود وتتسق مع ما جبلت عليه البحرين من فطرة الهية تدعو للتوحيد والخير فلطالما كان جلالته راعيا لخدمة هذا الدين الحنيف وساعيا رعاه الله لكل ما فيه خير ورفعة الاسلام الحق العدل الداعي لسمو النفس البشرية بالاخلاق والفضائل والوسطية فمع انطلاق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدة ايده الله تواصلت المبادرات المباركة من جلالته فكان جلالته حريصا على الالتقاء برجال الدين في المناسبات المختلفة في رسالة من جلالته لما يحمله هؤلاء العلماء الافاضل من مكانة عالية في المجتمع كما وغدت البحرين بفضل الرعاية الملكية السامية من الدول الرائدة في خدمة القرآن الكريم والتي انعكست بتحقيق مراكز متقدمة لمتسابق مملكة البحرين في مسابقات القرآن الكريم الدولية اضافة الى تنظيم واحتضان البحرين لمسابقات القرآن الكريم وتلك التي تجاوزت حدود البحرين الى العالم مثل مسابقة القارئ العالمي التي تعد نقلة نوعية للتنافس في حفظ كتاب الله من أي مكان في العالم والتي تحظى برعاية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة هذه المسابقة التي أستطيع أن أطلق عليها أكبر مسابقة قرآنية في العالم تسخر فيها التكنولوجيا لخدمة القرآن الكريم توحد المسلمين جميعاً على كتاب الله هذه من المسابقات التي لها مكان خاص في قلبي أحمد الله أن وفق البحرين في أن تكون هي من قامت بهذا وأهدي هذه المسابقة وأرفع تقديري وشكري إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الذي دعم هذه المسابقة منذ بدايتها وقد جاء الأمر الملكي والسامي للعاهل المفدة في أغسطس عام 2013 بطباعة مصحف البحرين الشريف ليضيف إنجازاً جديداً في سجل الخدمات التي قدمتها المملكة ولا زالت تقدمها في مجال العمل الإسلامي فهو الأول من نوعه الذي ينسب جهد تدشين أهل البحرين كتابة ومراجعة وطباعة على غرار تلك المصاحف الشريفة المشهورة في كبريات الدول الإسلامية لقد ترجمت توجيهات الملك المفدة رؤية حكيمة تسعى إلى نشر الثقافة الإسلامية الوسطية والحوار الحضاري بين أفراد المجتمع عبر بناء مجتمع إسلامي راق ومترابط يعتز بدينه ويتقبل الآخر نتمنى في الأخير إلى جميع بلادنا العربية والإسلامية كل خير وكل توفير وأمن وأمان واستقرار فهي بلاد خير وبلاد علم وبلاد حضارة فلا يمكن أن تكبوا يعني لابد أن تنهض وسبق أن كانت هي الأساس في العلوم والأساس في الحضارة والأساس في الاستقرار والأساس في علوم ما يسمى اليوم بحقوق الإنسان فحقوق الإنسان في القرآن وفي عقيدتنا يعني أكمل من ذلك مافي علينا فقط بس أن ندرس الأمر وأن بالفعل نتوصل إلى البرامج والسياسات التي تؤدي إلى بالفعل أن نقدم هذه الخدمات لمن نحن مسؤولين عنهم وما زالت الرعاية الملكية السامية مستمرة في العناية بنشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية الوسطية ورعاية المساجد لتكون البحرين منارة لخدمة ديننا الحنيف وبناء مستقبل واعد لأمته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر